لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق النووي مع إيران على قيد الحياة كلمات عبر بها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت عن الحد الذي وصلت إليه الأزمة مع طهران تصريحات الوزير البريطاني أتت لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران اجتماع هو الأطول منذ خمس سنوات بحسب منصقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا مغريني التي أكدت أن على الدول الأوروبية إرساء جميع الإجراءات الممكنة التي تضمن التزام إيران بالاتفاق النووي من جهته يقول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه من الضروري أن تبقى أوروبا موحدة في محاولتها الحفاظ على الاتفاق النووي وفي المقابل فإن على طهران العدول عن قرارها تقليص الالتزام ببنود الاتفاق واصفا التصرف الإيراني إزاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بأنه رد فعل سيء على قرار سيء وبينما تتواصل الجهود الأوروبية من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة بين واشنطن وطهران يتمسك الطرفان بموقفيهما دون إبداع أي بادرة لإمكانية التفاوض فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرى مناسبة إلا ويؤكد اعتزامه فرض مزيد من العقوبات على إيران وفي المقابل اشترط الرئيس الإيراني حسن روحاني على واشنطن رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي شرط إيراني أكده الحرس الثوري بل وتجاوزه بالقول إن التفاوض بشأن القدرة الصاروخية الإيرانية لحل المشكلات المعيشية للمواطنين الإيرانيين يعد خيانه الأمر الذي يرجح معه مضي الطرفان الإيراني والأمريكي في التحدي حتى نهايته بما يحمله ذلك من مخاطر جمة ستواجهها دول المنطقة العربية حال نشوب حرب جديدة في المنطقة ربما تستخدم فيها إيران أذرعها الميليشياوية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ما يعني عمليا حربا إقليمية كبرى